باستقرارها على مدرج مطار بغداد الدولي أولى طائرات عقد البوينغ تنضم فعليا إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية القائمون على إدارة الخطوط أكدوا أن شهر أيلول المقبل سيشهد وصول طائرة أخرى من النوع نفسه من أصل عشر طائرات ستصل تباعا كاباسيتي سيعمل هذه الطائرة 264 مقعد متكونة من 20 فيرس كلاس يعني درجة أولى و244 سياحي بالإضافة إلى سعة الخزانة الشحن التي تستثمر للشحن الجوي بما يعرف الكارغو هذه الطائرة حقيقة هي من الطائرات الحديثة المصنعة من قبل شركة البوينغ تمتاز بوزنها الخفيف وتكنولوجيتها العالية مداها طويل بالطيران شركة بوينغ أكدت دعمها للخطوط الجوية العراقية بتزويدها بالمزيد من الطائرات والمحركات والتقنيات فضلا عن مساعدة العراقي في رفع الحضر الجوي إذ سيشهد تموز المقبل أول اجتماع لبحث عودة الطائر الأخضر إلى الأجواء الأوروبية واحد من أهم الصفات الموجودة بهذه الطائرة هي كفاءة الوقود والطاقة مقارنة من باقي الطائرات هذه الطائرة تستهلك 25% أقل نسبة وقود والإنبعاثات تكون من نسبة 25% أيضاً أقل من باقي الطائرات وتوصل لمسافة 30 ألف كيلومتر وخمسمية 30 ألف وخمسمية كيلومتر معناه هذا أن الطائرة ستقدر تأدي رحلات إلى شمال أمريكا كندا والأمريكا والمتحدة الأمريكية بدون توقف ويشهد مطار بغداد الدولي تطوراً ملحوظاً على صعيد التأهيل والصيانة والإدامة والتوسعة بالإضافة إلى معاودة صالات للعمل وافتتاح جديدة لاستقبال أكبر عدد من الرحلات الجوية فضلاً عن استئناف خدمة الترانزيت والخدمات الأرضية لعدد كبير من الشركات العالمية من بغداد زيد الطاي قناة العراقية الإخبارية